ترك السباحون ميدانهم الأجمل في مسبح الشعب الأولمبي وجلسوا يحلون بملاذ رياضي متميز لمسبحهم العتيد وهو الموقع الأول الذي يدخل ميدان الخسخصة والاستثمار إثر خطوة رائدة قامت بها وزارة الشباب والرياضة بمنحها اتحاد السباحة حق استثمار المسبح وإطلاقه أمام الرياضين والمجتمع بخدمات متكاملة اتحاد السباحة أطلق على الفور حملة لإعمار المسبح تضمن صيانة شاملة لمرافقه كي يكون بحلة جديدة هذا يعتبر دعم جديد من وزارة الشباب والرياضة وبالأخص من سيادة الوزير إلى الاتحاد العراقي للسباحة للخروج بالمظهر اللائق لهذا المرفق الحيوي وهو المركز الوحيد التدريبي للمنتخبات الوطنية وللاتحاد العراقي للسباحة وزير الشباب عبد الحسين عبطان بدأ متفاعلاً مع خطوة الخسخصة بزيارات ميدانية يقوم بها إلى المسبح بين وقت وآخر لمراقبة تطورات الأعمال وتشجيع اتحاد اللعبة على إنجاز خطوات لافتة في تهيئة مسبحهم بصورة جادة وعملية بعيداً عن حملات الإعمار السابقة التي استنزفت ميزانية الدولة مليارات الدنانير دون أن تحقق شيئاً ملموساً على الأرض نسمي تنوع الموارد أو الإيرادات للقطع الرياضي الرياضة مثل ما تعرفون ثروة ويفترض أن تسوق بشكل صحيح وبها عائدات كبيرة بالإضافة إلى جوانب الإيجابية الأخرى كما أشهدنا سابقاً نحن أدنا مشكلة في هذه الثقافة وحتى في دراساتنا الأكاديمية وكذا لا يعني أهمية أبداً للجانب التسويقي لرياضة العراقية والحمد لله اليوم بدأ الحديث عن هذا الموضوع ولعل ضائقة المالية هي سبب كبير فيه لكن أحنا كوزارة وأنا كوزير أكيد هذا الشعار اعتبره من باب التجربة يعني السابق في عملي أعتقد أن هذا المفتاح لتطور الرياضة العراقية ولابد أن نسلك هذا الطريق الأعمال ستستمر إلى نهاية العام الحالي من أجل افتتاح المسبح بصورة مختلفة شكلاً ومضموناً مطلع العام المقبل لاحتضان الفعاليات الرياضية والمجتمعية دون الاقتصار على قطاعي الرياضة والشباب بل في امتداده إلى العوائل ومختلف أفراد المجتمع البغدادي المبالغ المرسودة بخصوص عمار المسبح أنا أعتقد رح توصل ما بين 500 إلى 600 مليون فتح الاشتراكات للدخول للمسبح أيضاً ستكون هناك أيام خاصة للنساء وأيام للرجال دورات تعليم أطفال مستمرة إن شاء الله رح تكون في هذا المسبح تنفيذ ثلاثة شر تشمل الأعمال المدنية والميكانيك والكهرباء والمجاري والماء عادت هيكلتها من جديد كلها تسليك وقلع قلع المجاري والأحواض والكهربائيات وتركة شبيرة كانت كل المسبح عادت فتحة من جديد ما عدا الهيكل والأحواض عادنا اللفتة الحرة بغداد